السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مدرعين قناتي أطيب الوصفات مع نوفا وصفتنا النهاردة وصفة جميلة جدا هتعجبكم البسيسة بطريقة سهلة وشكل طحفة وطعم وريحة ولا أحلى من كده مكوناتها جدا بسيطة وسهلة وتقدر تعمليها بكل سهولة في الخلاط هتضرب الخليط ولا أسهل من كده تعالوا نشوف مع بعض إيه هي المكونات البسيطة جدا اللي هتطلع آآ صنية البسيسة الجميلة دي طحفة يا جماعة أول حاجة عندي ثلاث بضات بحرارة المطبخ عندي كوباية زيت الكوباية دي اللي بعير بيها كل المقدار عندي كوباية من الحليب عندي كوباية ونص من السكر عندي كوباية من العادي متعدد الاستخدامات وعندي كمان كوبايتين من الدرة اللي هو هنعمل بالبسيسة النهاردة عندي نص معلقة صغيرة من الفانينيا وعندي معلقة صغيرة من البيكنج بودر مكونات جدا بسيطة وسهلة وحنضربهم في الخلاط ولا أسهل من كده أول خطوة معي هحط البيض وححط السكر والحليب وكمان زي ما انتم شايفين كده معي خطوة بخطوة حطيت هنا الفانينيا وححط كمان الكوباية ونص من السكر الكوباية ونص يعني مزبوط جدا للصينية دي وللمقدار ده طعمها كان كويس جدا ومش مسكرة ولا نقصة من السكر هنا حطيت كمان كوباية من الحليب الحليب السايل وحنضربهم في الخلاط وقت طويل شوية كده عشان يعمل رغوة حلوة كده ويدخل الهوى كويس جوه الخليط هضربه هورهه لكو تاني دلوقتي هنا عندي الدقيق العادي اللي هو كوباية قلنا وكمان هنحط كوبايتين من الدقيق التاني اللي هو دقيق الدورة ريح الدقيق الدورة جماعة تحفة مخلية الكيك طعمها ورحتها جميلة جدا حطيت هنا يعني المواد الجافة على بعض الدقيق والبيكنج بودر بخلطهم مع بعض وطبعا الخليط لسه بينضرب في الخلاط هبتدي دلوقتي أضيف عليه كوباية الزيت أسهل من كده خطوات مافتكرش هنا شايفين الخليط دخل الهوى جوه كويس وده بالسكر ممتاز هبتدي أضيف كوباية الزيت وهرجع أضربه تاني شوية حلوين كده في الخلاط وبعد كده هوريكو شكله دلوقتي بعد ما جهزت عندي كمان الصينية اللي هنزل فيها الكيك ده هنتهى زيت ورشها من الدقيق عشان مايلزقش فيها وببتدي بقى أخلط العجينة مع بعض ده شايفين الخليط هو ده والرغوة اللي جوه ده والهوى ما شاء الله خلت الكيك مرتفعة وجميلة جدا نزلت الخليط اللي أنا ضربته في الخلاط على الدقيق وببتدي أخلطه بالمعلقة بالمضرب اليدوي أي حاجة عندك بقى حابة تضرب بيها بعد ما أخلط الدقيق مع المكونات السيلة طبعا في المرحلة دي بشغل الفرن على درجة حرارة 180 يعني حسب بقى كل فرن يا جماعة يعني الفرن بيختلف على التاني بيكون درجة حرارته أقوى يعني حسب درجة حرارة الفرن عندك زي ما انتو شايفين هبتدي أخلط الدقيق وخليه يختفي تماما من المواد السيلة زي ما انتو شايفين كده بعد كده هضيفه على الصينية مباشرة وهدخل الفرن هتابع بقى الفرن أنا بالضبط حرفيا أنا مش متذكرة بالضبط الوقت بس هي يعني ما خدتش وقت خالص في الفرن وكانت مستوية ممتازة جدا انتي طبعا تتابعيها لو حتعمليها في صينية بايريكس حيبان عندك الكيك وهي متحمرة من تحت وفي نفس الوقت استوت كمان من فوق أنا ما شغلتش الشوية غير في آخر لحظة خالص هي استوت تماما من تحت واللون كمان اتحمرة عندي فوق فما كنتش محتاجة أني أنا أشغل الشوية وقت طويل يعني كانت لونها حلو قوي من فوق بس كمان زودته شوية لما شغلت الشوية انتي بقى حسب فرنك وحرارته هتتابع الكيك لحد ما تستوي معيك واتطلعيها نزلت الخليط زي ما انتوا شايفينه وبتدي بقى إضافة كده أخيرة جميلة جدا بحب أضيفها عليها اتعلمتها من صاحبتي وحبيبتي رشة السمسم الأخيرة دي بتدي طعم جميل جدا في البسيسة بتلاقي قرمشت السمسم كده مع الكيك جميلة جدا مع كوباية شاي بقى الصبح في أي وقت تكليها مع شاي مع أي حاجة جميلة جدا بعد ما هحطها في الفرن هسيبها بقى لما تستوي وطلعها واسيبها تهدى تماما وهوريكوا شكلها بعد ما تطلع من الفرن وتبرد علشان نقطعها مع بعض وده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن شايفين ما شاء الله هي كانت متحمرة أنا فتحت حاجة بسيطة جدا من فوق تدي لون دهبي جميلة جدا يا جماعة ما شاء الله لو حتعمليها كمان في الصينية ألمونيوم ممكن تنتبهي للحواف حتلاقيها اللون عندك ما شاء الله حيتغير وكمان حتلاقي الكيك لو حطيت السكينة فيها استويته جميلة جدا يعني مش لازم نحنا نسيبها لحد ما بقى تتحرق ناخد بالنا التسوية دي بقى حسب كل فرن زي ما قلتلكو نتابع لحد ما نشوف شايفين ما شاء الله جميلة ازاي هتتفاجئوا دلوقتي من الارتفاع قد ايه جميل شايفين ما شاء الله كيكة مرتفعة وجميلة ازاي لو كان طعمها بصراحة تحفى ما شاء الله يعني سهلة جدا وبسيطة ومقديرها متوفرة في البيت يعني ولا أسهل من كده أنا بس حمرتها شوية من تحت تزادت معي في التحمير بس بصراحة كانت جميلة جدا مع كوباية شاي كده جميلة اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكو الطريقة وما تنسونيش بقى لو لسه بتشوفي القناة الاول مرة تنسينيش بالاشتراك ولو عجبك الوصفاتي وفيديوهاتي اتمنى تدعميني باللايك لكل فيديو هتشوفيه وتقولي لي رأيك في الكومنتات ان كانت الوصفة عجبتك ولا لأ اتمنى لو تجربوا وصفاتي اه تقولولي رأيك فيها ما شاء الله البسيسة ولا أسهل ولا أبسط من كده طعمها فعلا تحفى وطريقتها بسيطة ومقاديرها كمان جدا بسيطة شايفين ارتفاع الكيك ما شاء الله جميلة جدا اتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفة اه ما شاء الله علينا كلنا شاطرين في بيوتنا بس يعني في ناس لسه متعرفش وصفات زي كده فحب ان انا اشاركهم الوصفاتي شرفتوني وباي باي